موسيقى زاوية حرجي أهلا بكم أينما كنت محادثات أستنى اليوم في انعقاد والأطراف كلها تجتمع على طاولة واحدة لتثبيت وقف اطلاق النار وسط محاولات إيرانية لعرقلت المفاوضات حيث قال محمد علوش رئيس وفد الفصائل في محادثات أستنى أن رغبة روسيا في الانتقال إلى دور محايد بدلا من دورها القتالية تعرقله إيران ونظام الأسد رئيس وفد المعارضة السورية أيضا شدد في كلمة له بافتتاح الجلسة الأولى من محادثات أستنى على أن هدف الفصائل من المشاركة في أستنى هو الوصول إلى حل سياسي عادل وتثبيت وقف لإطلاق النار بما يحمي السوريين جميعا كما قال أن المعارضة لم تأتي لمحادثات قاسم السلطة والنفوذة وأنما لتعيد لسوريا الحياة مطالبا بإخراج الميليشيات الإيرانية من البلاد وبشكل فوري وإدراجها على لوائح الإرهاب أهلا بكم مستمعين في برنامج زاوية حرجة حيث سنناقش هذه المحاور مع كل من المحلل السياسي اللبناني خالد الرواس وعضو المجلس الوطني السوري ملهم الدروبي أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ من عندك سيد ملهم بداية علوش في الجلسة الأولى حدد مطالب المعارضة في تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال السياسي برأيك لماذا ذلك أغضب وفد النظام وشن حملة كبيرة عليه؟ تفضل لأن النظام السوري بشال الثانس ومن معه ليس لديهم النوايا الحصنة تجاه هذه المفاوضات وليس لديهم النوايا الحصنة تجاه حلسيات في سوريا الهدف الأول من اجتماعات السنة هو تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات لمراقبة خروقات هذه الهدنة ووضع آليات لمعاقبة من يخرق هذه الهدنة بعد ذلك بعد أن يتم هذا الأمر يكون هناك السعي الجاد لإيصال الاحتياجات الإنسانية والإغاثات الإنسانية والطلبية لمن يحتاجها داخل سوريا ثم يكون الانتقال إلى مرحلة المفاوضات في جينيب في الشهر القادم ثامن شهر شباط للوصول إلى حل سياسي هذا الأمر غير مقبول من بشار الأسد من طرف بشار الأسد وغير مقبول من الطرف الإيراني لأن هناك أجندات إيرانية لا تريد الخير بسوريا وإنما تسعى لفرض الأجندة الإيرانية بالوصول إلى تطبيق ما يسمونه الهلال الشيعي وإلى الديموغرافي في سوريا وغير سوريا هم داخل سوريا وفي العراق وفي لبنان يعني يصدون حروب شرسة من أجل مصالحهم الفارسية مصالحهم الطفوية مصالحهم التي لا تمد إلى مصالح شروب تلك المنطقة بسوريا لذلك هناك تنقض حقيقي بين الأجندة الروسية والأجندة الإيرانية نعم ابقى معي سيد ملهم سيد خالد المعارضة أو عفوا هل تعتقد بأن وفد نظام يريد نهج إصلاحي أم أنه يسعي لأفشال المفاوضات تنفيذاً للرغبة الإيرانية هل فعل روسيا باتجاه لعب دور المحايد في محادثات أستانا تفضل يعني أنا أعتقد بأن روسيا تلعب دور الوسيط أكثر منها محايد لأن روسيا قد حسمت أمرها بالوقوف إلى جانب سوريا الهوية وليس سوريا النظام من يقول بأن روسيا هي مع النظام السوري هو مخطئ من النحية السياسية لأن روسيا تعتبر بأن هذه السوريا بقيادة الرئيس الأسد هي ضمان استقرار في المنطقة فيما لو تحقق الإطلاح الذي دعا إليه الرئيس الأسد منذ اليوم الأول للأحداث الأليمة في سوريا منذ العام 2011 وبالتالي نحن أمام مشهد حقيقي وجدي إذا صحة التعبير بأن تصديف روسيا جميع الفصائل من مختلف الأطياف لكن هناك خلل دائما في المعارضة هذه المعارضة إذا ما حضرت في مؤتمرات جنيف دائما كان العنوان الأساسي هو رحيل الرئيس الأسد إتقاط الدولة ومشاكل من عنوين وإذا حضرت على المستوى العسكري حضر نصف الفصائل وليس جميعها بما يتيح للفصائل التي لم تحضر بالاعتراض فيما لو لم تحقق النتائج التي تتمناها وبالتالي هناك خلل واضح في هذه الطاولة في الأستانة لأن الحكومة السورية هي حكومة ليس وراءها ولا أمامها شيء إلا الشرعية التي تتمسك بها على كل طاولة حوار سواء مع فصائل مسلحة أو فصائل سياسية أما بالنسبة للجانب الآخر فهو منتقس التمثيل لأن ليست كل الفصائل المسلحة التي تعبث بالأمن والاستقرار هم على هذه الطاولة وبالتالي الخلل موجود لذلك نرى بأن تحفظ الدولة السورية في الأستانة على بعض المسائل التي تطرحوا المعارضة المسلحة إنما نابع على هذه الخلفية وليس لأن كما يقول ضيفاق بأن نظام الأسد لا يريد الاستقرار ولا يريد كذا وكذا هذا ليس صحيحا على الإطلاق نعم ابق معي سيد خالد سيد ملهم المعارضة وعلى لسان أبو زيد المتحدث باسمها قالت صراحة بأنه مع نجاح المحادثات أو أنها مع نجاح المحادثات لكن في حال فشلها فأن الخيار سيكون هو مواصلة القتال هل ستسمح روسيا وتركيا بأن تفشل المفاوضات؟ أنا آمن أن لا تفشل المفاوضات نعم وأمل أن يستطيع الوفدان وفد المعارضة السورية ووفد نظام بشار الأسد بالتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار المقولة بأن ليس جميع الفصائل موجودة على طاول السنة هذه مقولة صحيحة شعلا هناك بعض الفصائل لم ترى جدوى حقيقية من الذهاب إلى الوفدان لكن لو استطاع الطرفان الوفدان أن يتوصلوا إلى هدنة حقيقية والهدنة الحقيقية هي بأن يتوقف بشار الأسد ومؤيدو بشار الأسد عن القتل والتدمير يتوقفوا عن إطلاق البرامير المتفجرة إطلاق الصواريخ إطلاق الأسلحة التي لا يملكها المعارضون بكل فصائلهم الطيران لا تملكه المعارضة لا تملكه أي من الفصائل الذي يقصف في الجنوب وفي الشمال وفي ريف دمشق وفي حمص وفي إدلت هؤلاء ليسوا المعارضة هؤلاء بشار الأسد وقوات بشار الأسد فلو كان لديه نوايا حسنان أو كرر لو كان لدى بشار الأسد نوايا حسنان لا أوقف إطلاق الناس لو كان لدى بشار الأسد نوايا حسنان وذر من الوطنية لتنحى عن السفن منذ أول لحظة لكن بعد مرور سب سنوات واستشهاد مليون مواطن سوري وتهجير قسري لعشر ملايين سوري نصف الشعب السوري ترك بلاده 80% من البنية التحتية في سوريا تدمرت والرجل لا يزال يغفر وبعض مصدبيه ومزمريه لا يزال ينادون ببقائه هذا خارج عن إطار أي عقل وأي منطق لأي إنسان يفهم بأبجديات السياسة وأبجديات الإدارة الرجل بشار الأسد فشل إداريا فشل تنظيميا فشل سياسيا فشل اجتماعيا فشل اقتصاديا فعلى أي أساس لا يزال متشرف ببقائه على ترسي الحتم ولو على جماجم الملايين في سوريا يعني هذه هي النقطة الرئيسية النقطة الرئيسية أن بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في سوريا رئيسا بعد كل هذه الجرائم التي اتكبها وكل هذه الجرائم التي تسببها لو أنه قبل أن يرحل منذ الأيام الأولى من الثورة والحراك السياسي والحراك السلمي الذي لم يطلق فيه السوار لم يكونوا يملكون أصلا أسلح حتى يعني يطلقون النار على أحد منذ تلك الأيام لو أنه قبل بانتخابات حظة ونزيها لجنب البلاد كل هذه الويلات التي عانى منها السوريون نعم سيد خالد برأيك يعني لماذا إيران ممتعدة من المشاركة الأمريكية ألا يدل ذلك على مدى التخبط الإيراني وأنه وقعت بين فكي كما شاء الآن؟ أبدا لكن الجمهورية الإسلامية لديها رؤية في مسألة تشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تعتبر بأن الأمريكيين هم جزء من المشكلة ولا يمكن بالتالي أن يكونوا جزءا من الحل الولايات المتحدة كانت ولتزال تدعم الفصائل المسلحة التي تعبث بأمن واستقرار سوريا على عكس الجمهورية الإسلامية التي تتحالف مع الجمهورية العربية السورية على أسس واضحة وصريحة وثوابط طبعا هناك أيضا رؤية واضحة لدى سوريا وحلفائها ولا يجب أن ننسى بأن إيران ليست الحليف الوحيد لسوريا إنما روسيا أيضا هي حليفا وهي حليف والصين هي حليف وبالتالي رمي الأسهم باتجاه إيران وحدها هو بمثابة ضر الرمات في العيون هذا من ناحية من ناحية أخرى لابد من الإشارة أن ملايين السوريين الذين تهجروا ونزحوا مع الأسف الشديد ونحن نعتبر بأن الشعب العربي السوري هو ننظر إليه بعين واحدة وليس بعينتين يعني هناك ود كبير وهناك وزن وعاطفة كبيرة من اللبنانيين جميعا ومن العرب جميعا باتجاه الشعب العربي السوري أما النزوح فليس سببه هو الحكومة السورية فالحكومة السورية ليست هي سبب الخراب في سوريا إنما من دخل على سوريا من فصائل مسلحة والسلاح غير الشرعي والميليشيات غير الشرعية هي من تسببت في كل هذه المآسل الشعب العربي السوري وبالتالي هذه الفصائل هي ما تتحمل المسؤولية أما بالنسبة لموضوع الأستانة نعم أقولها واضحة يعني ربما الجيش العربي السوري لم يلتزم ربما بعض العمليات سواء في الغوطة أو في أماكن أخرى بعدما في وادي برد على سبيل المثال الذي من خلاله قد قطعت المياه على دمشق كل هذه الأمور لا يستطيع الجيش العربي السوري وهو الجيش الشرعي في سوريا أن يسكت على هذه التجاوزات خصوصا أن هناك فصائل مسلحة ليست موجودة على الطاولة وبالتالي الالتزام بوقف إطلاق النار قد قوضته المعارضة المسلحة وليس الحكومة كما قلت بأن هذه المعارضة هي ليست موحدة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري لذلك هي منقوصة التمثيل على الطاولة أستاذ ملهم بيسكوف قال بأن موقف إيران يساهم في تعقيد مسألة مشاركة واشنطن في المفاوضات هل تعتقد بأن إيران تتذرع بمسألة مشاركة واشنطن في هذه المفاوضات حتى تعطي لها؟ أخي يعني إيران لها أعمال مخربة في سوريا ليس فقط في المفاوضات للسانة دخول العصابات المسلحة من العراق ومن إيران ومن لبنان ومن اليمن ومن أفغانستان ومن أسباكستان وووووه هذه كلها عصابات مسلحة طائفية جاءت بأمر وتمويل وإدارة وتنسيق من إيران فالذي يقول أن المقاتلين من الأجانب العصابات المسلحة التي جاءت من الخارج أنا أتفق معه لكن هذه في أغلبها هي عصابات مسلحة طائفية شيعية جاءت من الخارج لتدعم حكم غير شرعي يمثله بشار الأسد ولولا هؤلاء لا تقط بشار الأسد منذ الأيام الأولى للثورات أما فيما يتعلق بموقف إيران من مشاركة واشنطن في استانة فواشنطن هي الدولة العظمى في العالم ولا يمكن لمشكلة معقدة مثل ما يجري في سوريا أن يتم حلها في غياب دولة العظمى في العالم وفي غياب دول أخرى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى لذلك أن يستفرد الروس مع الإيرانيين مع الأسراك في محاولة حل المشكلة في سوريا هذا لن يتم لماذا لن يتم؟ لأن المعنيون للقضية السورية ليس فقط هؤلاء العواصم الثلاثة إصرار إيران على عدم مشاركة أمبيكا في المحادثات في استانة ما هو إلا وضع للعصي في الدولة لأن إيران تعلم أنه ليس من مصلحتها أن يتم الاتفاق في الاستانة وبالتالي هي تريد تخريب هذا الأمر فهي تخربه بالأعمال المستلحة في الميدان في مناطق مختلفة في سوريا وتحاول تخريبه أيضا في استانة من خلال هذه الشرور اللامعبودة نعم أستاذ خالد إلى أي مدى برأيك ستسمح روسيا للإيرانيين في إفشال المؤتمر أستانة؟ تفضل يا أخي العزيز لسا هناك محاولات إيرانية لإفشال المؤتمر يعني أستاذ خالد هي معروفة يعني الجميع صرح وتصريحات الإيرانيين وتصريحات النظام أيضا وهناك عدة أطراف تقول حتى الروس أنفسهم قالوا بأن الإيرانيين يورطوننا في عدة مشاكل في هذا المؤتمر أو موقفهم معقد هذه المسألة تتعلق برفض إيران لمشاركة الولايات المتحدة ليس هناك أي خلافات إذا صح التعبير إيرانية روتية سوى في مسألة مشاركة الأمريكيين في هذا المؤتمر لأن إيران أعود وأكرر تعتبر بأن الولايات المتحدة هي جزء من المشكلة ولن تكون جزءا من الحل لأن المشروع الشرق الأوسط الكبير مشروع تفتيت سوريا هو بالنتيجة مشروع قد صنع في المطبخ الأمريكي وتنفذه أدواتها على الأرض سواء من صناديق الخليج أو من يعبث بأمن واستقرار سوريا من المجموعات المسلحة والفصائل التي تجرس اليوم على طاولة مفاوضات في الأستانة هذا من ناحية من ناحية أخرى إيران ليس لديها أي مصلحة سوى بعودة الاستقرار إلى سوريا طالما أن الحكم الشرعي في سوريا لا يزال هو هو وطالما أن سوريا لن تكون إلا حاضنة للمقاومة وطالما أن هذه المقاومة هي جزء من ثوابت الثورة الإيرانية التي نجحت في العام 79 وكرست هذه المسألة من خلال مواجهتها للعدو الصهيوني سواء عن طريق المقاومة في لبنان أو بطرق أخرى أو عن طريق تكريس الملف النووي الإيراني من خلال مباحثات مع الخمس سائد واحد والتي تحاول الولايات المتحدة اليوم من أن تمزق هذا أو تتجاوزه إذا صح التعبير يعني ببادرة لم يشهدها ببادرة بلطجة إذا صح التعبير لم يشهدها العالم على مر تاريخها الحديث يعني هي تلحس المبرد ولا تريد لإيران بأن تكتسب المعرفة النووية كل هذه الأمور تأخذها إيران بعين الاعتبار لكي تكون هذه الجمهورية الإسلامية قوية إلى جانب الحق وإلى جانب أصحاب الحق في هذه المنطقة وفي مقدمهم القضية الفلسطينية كل من يشكك في هذا الأمر يكون مخطئا في القراءة السياسية لأن سوريا التي لم توقع ولم توقع مع العدو الصهيوني هي حليفة لإيران الحاضنة للمقاومة وأنا أقول لك بأن سماحة سيد المقاومة عندما ظهر على الشاشات التلفزة وقال بأن الصواريخ التي ضربت حيفا وما بعد حيفا هي صواريخ من صناعة سوريا أو من تعديل سوري قد وضعتها إسرائيل دائما على لائحة الإسقاط الدولة في سوريا لا تريد إسرائيل ولا الولايات المتحدة بأن تكون لسوريا باع في مسألة السلاح ولا في مسألة التصنيع ولا في الارتهان ولا في الارتهان لأحد سوى لمشيئة إسرائيل والولايات المتحدة لا أحد يمكن أن يخبئ هذه الوقائع كلها يا أخي العزيز المعارضة المسلحة في الداخل السوري يجب عليها أن يكون لها الرؤية الواضحة السياسية وليس فقط الأوراق العسكرية فقط هذه الأوراق العسكرية لن تصل بها إلى أي نتيجة الجيش العربي السوري لا يزال قويا هو حامل مؤسسات هو حامل الدولة الدولة في سوريا لا تزال قوية خلافا لضم المعارضة المسلحة التي تعتقد بأن الرئيس الأسد ليس لديه شرعية ليس صحيحا على الإطلاق أمة الدنيا كلها في الكرة الأرضية كلها تعترف بشرعية الرئيس الأسد والرئيس الأسد لا ينتظر المعارضة المسلحة لكي تعترف بشرعيته فالأجدى بالمعارضات المسلحة بالفصائل المسلحة على الأرض السورية بأن تمتثل للإرادة الدولية بشرعية حكومتها وبلدها ومواطنيها في الداخل السوري وأن تجلس في حوار جدي وليس على سبيل المناورة يعني أن نأخذ من هنا ونضع من هنا كمسألة الأخذ والعطاء الغير مجدي هذا لن يوصل إلى أي نتيجة وروسيا التي حسمت أمرها بالوقوف طفا واحدا مع الشرعية في سوريا لن تغير حتى لو كائن المكان السبب نعم تفضل سيد ملهم يعني السيد خالد يقول بأن المعارضة ليس لديها أي مشروع سياسي ومن الأفضل أو على المعارضة اللا تلعب بالأوراق العسكرية فهي يعني كما يقول السيد خالد بأنها لن يعني ما رح تجيب نتيجة بالأحرى كيف تروا سيد ملهم هناك مغالطات في الإجدام والخلق أولا ما هي الشرعية الشرعية حكم وصل إلى إلى كرسي الحكم بانقلاب وبتغيير دستور البلاد خلال خمس دقائق هذه الشرعية ثانيا شرعية حاكم بانتخابات مزورة يحصل فيها على 29% هذه الشرعية شرعية حاكم قتل مليون مواطن من أبنائه وهجر عشر ملايين مواطن من أبناء بلده عن نقف الشعب السوري هجروا أو قتلوا أو في المعتقلات أو ما يعرف مفقود هذه الشرعية شرعية إنسان يفترض به أن يحمي بلاده لم تبقى دولة في العالم من الشرق أو الغرب إلا وانتهكت سماءه أو انتهكت أرضه هذا إنسان يحكم بلد وله شرعية إنسان لا يملك الحكم على حذائه بيقوله أن الجيش السوري لا زال قويا ولا زال مستيطرا لو كان الجيش السوري لا زال قويا ولا زال مستيطرا لماذا جاء بهؤلاء المرتزقة وهؤلاء القتلة من شزاد الآفاق من جميع أنحاء الدنيا لكي يقتلوا الشعب السوري من إيرانيين ومن عراقيين ومن شبنانيين ومن يمنيين وغيرهم وبتقول لهذا عنده شرعية هذه مصطلحات يستخدمها إنسان لا يعلم ماذا يجري في سوريا معلش مع كل الاحترام ثم أي مقاومة يتكلم عنها سيد المقاومة الذي يذكره هل المقاومة في دمشق وفي حمص وفي القطير وفي حلب وفي درعة وفي إدلب بده يقاوم إسرائيلي روح يقاوم ما هي على الجواب يا حبيبي لماذا يرسل جنوده للموت في سوريا ويترك إسرائيل آمنة على حدود الجنوبين أي شرعية يتكلم أي مقاومة إيران التي تريد الخير لسوريا تأتي لقتل الشعب السوري إذا إيران تريد الخير لشعب السوري تخرج من سوريا وتخرج عصاباتها من سوريا المعارض السورية لم تتردد يوما بأي مبادرة سياسية منذ مبادرة جامعة الدول العربية ثم جنيف واحد والجنيف اثنين وجنيف ثلاثي الشرعية هي ما خرج به مجلس لامن قرارات مجلس لامن جنيف الفين واثنة عشر وقرارات مجلس لامن اثنين وعشرين أربع وخمسين والحلول السياسية التي طرحها مجلس الأمن مجلس الأمن هو الذي يمثل الشرعية الدولية كل قرارات مجلس الأمن لم يلتزم بها ولم يلتزم ببنودها بشار الأسد ومؤيدو بشار الأسد فمعنش هذا الاخدام المغالط للحقيقة لهذه المصطلحات التي يراد منها تشويه الحقائق ويراد منها تشويش الرؤية أمام الناس أما أنه ليس للمعارضة مشروع سياسي فهذا جهل مطبق أيضاً المعارضة السياسية في سوريا قدمت مشروع سياسي منذ أول أيام الثورة وهو موجود ومشروع ومنشور ومترجم إلى لغات أخي الكريم وأستاذ المستمعين نحن ذهبنا إلى الأستانة ومستعدون نذهب للقمر ومستعدون نذهب إلى أي مكان بالعالم لأجل أن يتوقف شلال الدم في سوريا والذي يقتل السوريين ليست المعارضة لا المسلحة ولا السياسية ولا غيرها الذي يقتل السوريين هو بشار الأسد وعطاباته الشعب السوري بقي السنة كاملة يخرج في مظاهرات سلمية بصدور عارية فقط بعد سنة بدأ يدافع عن نفسه فهل الدفاع عن النفس الذي هو حقهم مشروع مشروع من السماء ومشروع من الأرض الآن نأتي ونسوي بين القاتل والضحية يعني أنا أربأ بالمستمعين بهذا الكلام الذي يتفضل به ضيفك من مبنان لأنه حقيقة مغاير للواقع وبعيد كل البعد عن الواقع بعد المشري والمغرب نعم تفضل سيد خالد يعني المعارضة يقول لك السيد ملهم بأن المعارضة لم تقتل لا الشعب السوري ولا هي ذاهبة لزيادة شلال أو فتح نفيات الدم في هذه المؤتمرات يعني هم مستعدون للذهاب إلى القمر لكي يعيدوا الحياة للسوريين لكن النظام والإيرانيين لا يريدون ذلك يعني أي هدنة ستحقق السلام للسوريين الإيرانيون لا يريدونها هم لديهم مشروع تغيير ديموغرافي ومن المعروف فيما إذا حصلت هدنة يعني جميع الأنظار ستتوجه إلى إيران والميليشيات الإيرانية وسيقال لها بالحرف ماذا تفعلون هنا تفضل لا يستطيع أحد لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا أحد على مستوى الكون بتغيير ديموغرافي لا في سوريا ولا في غير سوريا طالما أن الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه من محيطه إلى خليجه معروف الهوية ومعروف الأكثرية ومعروف الأغلبية ومعروف كل شيء عنه وبالتالي هذا الأمر الذي يتحدث أو هذه الحجاج التي تتحدث عن تغييرات ديموغرافية هي ليست واقعية وأما في السياسة فالأمر لا أعتقد بأن المعارضة المسلحة أو السياسية تقرأ جيدا متغيرات الأمور على مستوى العالم فهذه المعارضة تكتفي برؤية سياسية لا ترتقي إلى درجة المشروع لذلك كل المؤتمرات تفشل قبل أن تبدأ وهذه المعارضة لديها يعني مطالب وليس لديها مشروع سياسي ليس هناك مشروع سياسيا للمعارضة ولو أن هذه المعارضة السياسية في الداخل السوري قد وضعت أسساً ونقاط محددة لهذا الأمر إلا أن الحكومة السورية قد وافقت على هذه النقاط ولكن للأسف الشديد فهذه المعارضة سواء في الداخل أو في الخارج هي لا تزال مشرذمة وهي لا تزال تقططع من الحلول إلى جزئيات لا يمكن أن ترتقي إلى الحل الشامل الحل الكامل المشروع المتكامل التي يمكن للحكومة السورية أن تناقش حوله سواء في الأستانة أو في غير الأستانة من مؤتمرات جونيف وغير جونيف أنا أقول اليوم بأن المعارضة مطالبة حقيقة بوقفة وطنية ووقفة قومية ووقفة إسلامية وقفة مؤمنة بوطنها ببلدها بوجود الجميع بوجود هذه الشرعية المتمثلة بالرئيس الدكتور بشار الأسد وبحكومة الرئيس الأسد يجب أن تدرك المعارضة أن الانتخابات الأخيرة لم ينجح الرئيس الأسد في الداخل السوري بل نجح في الخارج قبل أن ينجح في الداخل لا أحد قد أرغم السوريين في خارج سوريا بأن يذهبوا إلى سفرات سوريا في الخارج خصوصا أن العديد منهم قد لجوا إلى هذه البلدان من خارج الأطر النظامية ومن خارج الأطر القانونية لا أحد يعلم أينهم لا أحد يعلم بأنهم موجودون في هذا البلد أو ذاك وبالرغم من ذلك قد ذهبوا إلى سفراتهم بموجب هويتهم وصوتوا للرئيس الأسد أتعرف لماذا يا أخي العزيز لأن هذا الرئيس هذه الحكومة هذا النظام السياسي هذه الهوية السياسية الموجودة اليوم هي أفضل بكثير 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 مما سيأتي لانتفاء وجود أي مشروع سياسي قد يقنع السوريين يقنع الشعب العربي السوري في داخل سوريا أو في خارج سوريا لقد عجزت هذه المعارضة هذه ما يسمونه بالثورة فهو ليس ثورة يعني أين قيادات هذه الثورة هل قيادات يمكن أن تكون مشرذمة مقسمة إلى فصائل أين عنوين الثورة هل العنوان فقط هو الانقلاب يعني إحداث انقلاب إذا لم يكن سياسيا فليكن عسكريا هذه ليست رؤية سياسية وهذه ليست مشاريع سياسية هذه مطالب لا ترتقي إلى درجة المشروع الشعب العربي السوري هو ذكي جدا هو يستشعر بأن ما هو موجود أفضل مما هو آتن لذلك قد يتكتل حول حكومته حول شرعيته حول رئيسه بالرغم من كل الملاحظات نعم سوريا بحاجة إلى إصلاحات ولكن هذا الإصلاح لا يمكن أن يرتقي إلى درجة المشروع في وجود معارضة على النحو الذي نراه نحن سواء في جونيف أو في أستانا أو في أي بقعة من بقعة سوريا لا يمكن لأنها تفتقر إلى هذا المشروع السياسي الذي يقنع الشعب العربي السوري بجدواه نعم لم يسمع الشعب السوري أبدا لا اليوم ولا قبلا ولا غدا ولا منذ سنوات هذه المعارضة تقول نعم لفلسطين نعم نحن ضد العدو الصهيوني بل يرى بأن كل الجرحة من هذه المعارضة تتعالج في المستشفيات المستوطنات الإسرائيلية نعم هذا الشعب العربي السوري يعني النظام والإيرانيين ما خلونا مستشفى في سوريا ولا بحلب ولا الروس يعني لعالج الجرحة بهذه المستشفيات شو علي من روح عند العدو ما في مشكلة الروح عند الإيرانيين أو الروح عند حزب الله هي الحظنة صارت لك ما هو تماما يعني ما الشعب العربي السوري عم بيشوف شو عم بيثير خلولنا أو ما خلولنا نصل على الشعب السوري هو لاجئ في تركيا وفي الأردن وفي لبنان أيضا نعم نعم ولكن الحكومة ليست هي من هجرته وليست هي المسؤولة عن هذا التنشير نعم ابقى معي أستاذ خالد تفضل أستاذ ملهم يعني السيد خالد يقول بأنه المعارضة أو الشعب السوري لم يسمع من المعارضة أي عنوين عريضة ولم يسمع منها أي شعارات ربما لا تشبه الشعارات التي كان يسمعها على عهد بشار الأسد تفضل أول شي هو شو يعرفه شو سمع الشعب السوري شو ما سمع الشعب السوري هو إنسان لبناني باحث يعني ما بعرف منين بترزق الله ويتكلم كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة بعيد كل البعد عن الحقيقة المعارضة السورية لها مشروع وهو معلن ولها خارط الصريق وهي معلنة ومنذ الأيام الأولى بشار الأسد منذ الأيام الأولى لأول مؤتمر في صنبول أنا قرأت البيانة الختامة في 27.04.2011 وكان مؤلف من ستها نقاط منها نقطتان أساسيتان الأولى قلنا لبشار الأسد قم بإصلاحات سياسية وقم بتعديلات بالسورية تسمح بالحريات للشعب السوري رح نتبرك بصل قومي النقطة التالية كانت إن لم تفعل إن لم تقم بهذه الإصلاحات ستتحمل أوزار كل ما جرى وما سيجري في سوريا لم يفعل شيء بين 27.04.2011 و30.05.2011 يعني شهر وثلث أيام المؤتمر الثاني كان في أنطاليا قتل ثلث آلاف مواطن سوني بشار الأسد فأين هذا الكلام اللي عم نتقل أضيفك لما نمطلع على شيء أبدا في مؤتمر أنطاليا ثلاثين خمسي ألفين وإدعش وضعنا خارج طريق وقلنا فيها لبشار الأسد سنحى سلم مسؤولياتك لأحد نوابك ليكن هناك انتخابات حقيقة حقيقية نزيهة وشريفة وليستلم من يستلم ما حددنا أنه رح يأتي فلان أو علان أو الأخوان أو غيرهم قلنا سلم مسؤولياتك لنائبك حسب الدستور والدستور بقول تجرى انتخابات حقيقة نزيهة لكن استمر في القتل واستمر في في الجرائم ثم عندما تشل في إيقاف المظاهرات السلمية وكانت حتى تلك اللحظة مظاهرات سلمية مليونية فهذا الضيطة لما نعرف حتى يصير بالسورية مظاهرات سلمية مليونية في كل محافظات سورية في كل مدن سورية بما فيها الساحل السوري هذه المظاهرات المليونية التي تمثل رأي الشعب بهذا الإنسان الذي يفترض به يعني هو مثل محاله حاكم سوريا ملايين السوريين خرجوا بمظاهرات سلمية نصف الشعب السوري خرج بمظاهرات سلمية سوكا موقف بشار الأسد والجيش ليس الجيش وإنما بعض كتائب الجيش الجيش السوري جيش حر إنما الصائفية التي تغولت عنه ومسكت في مفاصله والقوى الأمنية بعض القوى الأمنية المرتزقة هي التي كانت تقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي متظاهرين سلميين ما عندهم عرات ما عندهم شيء لا يملكون شيء يخرجوا بالملايين يقتل منهم المئات برصاص حي بتقول لي بعديد شرعي بتقول لي إن الشعب السوري متكتر وملتف حول قائده العظيم شو المفخرة هذه شو المفخرة شو بعرفك أنت بالشعب السوري ما عرفك شو الشعب السوري بريه نعم سيد ملهم نعم نعم نرجو ذلك سيد ملهم نعم هو أرد نعم 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 عضو المجلس الوطني السوري ملهم الدروبي كنت معنا شكرا جزيلا لك ابقى معي سيد خالد سيد خالد برأيك يعني البعض يقول بعض المحللين يقولون بأنه روسيا تنتظر صفقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وأستنى يمكن اعتبارها الآن بالبازار تفضل أنا أعتقد أن ما يجري في الأستنى اليوم هي مقدمة لما سيحصل لاحقا على مستوى يعني تكريس الحل السياسي في سوريا الذي يعني على ما يبدو هناك إجماعا دوليا حول هذه القناعة ولكن ليس هناك ثوابت بعد للحل السياسي السوري على مستوى السلة المتكاملة نحن نعلم تماما بأن سوريا هي ليست الساحة الوحيدة الساخنة في المنطقة فهناك الساحة اليمنية الساحة العراقية الساحة المصرية لجهة سيناء كل هذه الساحات الساخنة لا يمكن لروسيا وحدها أن تتفرد بالحل السياسي ما لم يكن الشريك الأمريكي على مستوى الدول الكبرى والعظمى في هذا العالم مشاركا في هذه التسويات إذا صح التعبير وعناصر هذه التسوية حتى اليوم ليست ناضجة لذلك نرى بأن كل ما يعني يحدث اليوم على مستوى المفاوضات أو الحوار هو يمكن أن يكون جزء أو ممكن أن يكون يعني خطوة على الطريق الصحيح لحلول سياسية فيما لو أتى الظرف المناسب والتسويات كسلة متكاملة بين الجبرين في العالم على هذا المستوى يكون تكون النقاط واضحة وصريحة وتكون بعض الأمور والمشتركات يعني إذا صح التعبير موجودة على طاولة البحث لكي يتسنى لهؤلاء من أن يتفقوا على كل هذه السلة هذا من ناحية من ناحية أخرى لا أعتقد بأن إدارة ترامب اليوم يعني خبيرة بما يحدث ما لم نعطي هذه الإدارة بعض الوقت لدراسة هذه الملفات نعم صحيح أن الولايات المتحدة من يصنع القرار فيها هي المؤسسات في الداخل إلا أن الرئيس الأمريكي لديه الصلاحيات المطلقة بأن يقول الكلمة الأخيرة وليس الرئيس الحالي الذي استلم منذ يومين مخولا أو مهتما للحقيقة في ما يجري يعني قبل دراسة كل الملفات بحذفيرها وبتفاصيلها وهذا الأمر يتطلب وقتا نعم قمعي سيد خالد الحديث أكثر ينضم إلي المعارض السوري أيمن الأسود سيد أيمن مرحبا بك أهلا وسهلا بك ومشاهدين نعم سيد أيمن بداية يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول بأنه روسيا الآن في أستنى ستستطيع بعد أو بعد هذا المؤتمر ضمان وقف لإطلاق النار إلى أي مدى ستصل روسيا بالحقيقة هناك مشكلة الأمر لا يتوافق مع الموقف الإيراني وبالتالي مع موقف النظام روسيا تريد أن تصل إلى حلول هي تبحث عن نفوذ المنطقة هي تريد أن تكون صاحبة الحسن وأيضا صاحبة الحل طبعا أعتقد أنه سيخرج يعني استمرار وقف إطلاق النار على الصعيد النظري لكن ستبقى هناك محاولات إيرانية سورية للخرق هنا وهناك في حجاج متعددة روسيا واضحة هي دولة مصالح يمكن أن ينتهي أجوانها عندما تحقق مصالحها وهي اليوم تعلن بصدد وقف الإطلاق النار والمضيب حل سياسي طبعا بعد أن حققت انتصارات على الأرض وأضعفت من موقف المعارضة لكن المشكلة في الوضع الإيراني الوضع الإيراني لا يقف عند مصالحة هو مد ديني طائفي ويمتد إلى المنطقة كلها في حق الأمر يعني لها مشاريع في كامل المنطقة العربية لن تختفي بسوريا واضح تدخلها في إيران والبحرين وحتى في السعودية وكل المنطقة العربية لكن يستطيع الروس الحقيقة يعني اليوم كان منذ ساعات هناك تنبيه روسي للنظام السوري بعدم ارتكاب الخروقات المشكلة الإيرانيين فعالين للحقيقة لأن الروس يستخدموا القوة الجوية لكن لا ننسى أنه التواجد على الأرض يعني بالعلوم العسكرية يقال المشات هم مسامير الأرض فالمشكلة الروس لا يستطيع استغناء عن الدور الهيراني لكن يمكن أن يشكلوا ضغطا أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك وقف إطلاق فعلي إلا بوجود قوات دولية وهذا قد يبدو من المبكر عليه ربما عندما يتم الخوف في الحل السياسي تكون فرصة متاحة لذلك حسب ما هو موجود يعني لو أرادت دول العالم أن يكون مراقبين لا حصل ذلك لكن إلى الآن لن يكون وقف إطلاق لكن لا بأس يعني الحد من الاختال والحد من تفخي الدماء هو شيء مطلوب للجميع نعم ابقى معي سيد أيمان سيد خالد البعض يقول بأنه الآن المعارضة حاولت مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار والحفاظ عليه فيما النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله يعني خرقت هذا الاتفاق وكان الأغلب طبعا في منطقة وادي برد يعني هناك الآن معارك جارية وهناك حصار للمدنيين بدل من يعني عقد اتفاقات لإصلاح هذا النبع لإدخال ماء لدمشق كيف ترون هذه السياسة الآن بغض النظر يعني عن المشروع السياسي للمعارضة أو العسكرية أو السياسية نريد حلولا على الأرض يعني المعارضة تحاول مرارا وتكرارا أن تلتزم بهذا الاتفاق نعم نعم أنتم تفتردون يعني بأن المعارضة المسلحة كلها موجودة في الأستانة في حين أن نصف هذه المعارضة المسلحة ونصف الفصائل ليسوا موجودين في يعني على طاولة الجميع مشاركة أبدا أبدا هناك فصائل عديدة مشاركة في القتال في داخل سوريا ليست موجودة على طاولة الأستانة من الفصائل المسلحة في حين أن الحكومة هي حكومة موحدة الحكومة الشرعية لديها الرأي الواحد ولديها القرار السياسي الواحد بينما الفصائل المسلحة لا تزال بينهم المعترض والذي لا يزال على الأرض وهو الذي يعبث بموضوع الاستقرار تحت بحجة بأن الجيش العربي السوري هو الذي لا يحافظ أو حزب الله أو ما شاكل وبالتالي نحن أمام واقع لا يمكن أن نتغاضع عنه أو نتجاوزه لجهة الخلاف الحاصل بين فصائل المعارضة بين مؤيد لأستانة وبين معارض لها فمن هو معارض ربما لا يستسيق بأن ينفذ وقف إطلاق النار ولديه بعض الطموحات أو المطالب أو الشروط الذي يريد أن يفرضها على حلفائه قبل خصومه وبالتالي نحن أمام واقع لا يمكن من خلاله أن نتهم الحكومة والجيش العربي السوري بأنه يخرج هذا الاتفاق نعم سيد أيمن إلى أي مدى ستكون أستانة أرضية لمباحثات جينيف برأيك هل ستكون قرارات أستانة عفوا ملزمة لمؤتمر جينيف دعني فقط أعلق على ما قاله ضيفك تفضل يعني في منطقة وادي بردها من المعروف لنكون واضحين هناك تواجد لجبهة النصرة ما كانت تسمى أو فضل الشام لكنها أقلية الأقليات من بين المقاتلين هذا من جهة من جهة أخرى من الواضح أن مصلحة المعارضة اليوم هي الأكثر في وقف إطلاق النأس حقيقة يعني للأسف نقول ذلك نعم المعارضة غير مدعومة مقطوعة عنها السلاح حتى تعاني من مشاكل على مستوى الطعام يعني في حين النظام والميليشيات مدعومة من دولة غنية مثل إيران مضاف إلها طبعا سابقا السلاح الروسي وإلى آخر يعرف الجميع أن مصلحة المعارضة أكبر بكثير ومصلحة الشعب السوري أكبر بكثير بوقف إطلاق النار القضية أن منطقة وادي بردها هي مطلب لحزب الله الحقيقة يعني أحيانا عندما يكون المطلب للنظام قد يكون ممكن استغناء عنه لكن المشكلة بهذا المعنى أصبحت قوات النظام هي الميليشيات في سوريا الجيش الأساسي هو إيران ومن تتبعه من قوة الحقيقة وجيش الروسي من ناحية أخرى جويا فالمشكلة عندما يكون المطلب يتعلق في إيران أو في حلفاء إيران بحزب الله يعني يصبح صعب التوقف عن التدخل وصعب التنازل عنه لأنه هو صد توصل بين تواجده في لبنان وبين سوريا هذا بالنسبة السيتانة أنا أعتقد أنها خطوة مهمة يعني حصل خلينا نقول مهاترات في جلسة الافتتاحية والآخرين لكن لا أعتقد أن دولتين عمويتين مثل الروس وتركيا يعني جاءوا بناس لم يصنع يعني لا يوجد بينهما إلا ما صنع الحداد منذ ست سنوات ليتباحثوا من الصفر يعني بالتأكيد في مباحثات يكون هناك فرض الإرادة الروسية وفرض الإرادة التركية ولا يأتون بالناس الوحدات إلا بعد تفاهمات لا بأس بها لكن كلا الطرفين معارضة ونظام في الجلسة الافتتاحية لكل منه جمهورة يعني فيصبح يعني شيء من إعلاء الصوت أمام الجمهور أسيتا أنا أعتقد برغم الضبابية التي تلفتها هي واضحة ولا مستور فيها فيخرج عنها كما صرح كثيرا لن يكون هناك حديث عن الحل السياسي فيخرج عنها عن استمرار الهدنة أو وقف إطلاق النار على الأرض تبقى النظام والإشياء المتحالفة معه تجد الحجج هنا وهناك لإحداث الخروق لأن الحقيقة إيران بالذات ليس لها مصدحة بالهدنة لأن مشروعها هو مشروع كما قلنا هو مشروع ديني طائفي على مستوى المنطقة كلها لكن ستتقدم الأمور وسيكون هناك تخفيض أكثر لحقيقة وقف إطلاق النار باستثناء خروقات أما ما يتحدث فتم تصنيف جبهة النصرة وداعش على نقوة رهابية وخواراتها موجودة يعني اليوم أهمية حضور المعارضة أن هذا الجيش الحر موجود يعني روسيا نفسها كانت تقول سابقا أين هم الجيش الحر؟ كلها قوى متطرسة اليوم اعتراف حقيقي من الروس قبل غيره أنه لذلك قوى معتدلة وها هي ممثلة في أستانا بكثير من الفصائل نعم أستاذ خلت كيف تقرأ ما قاله السيد أيمن عندما يقول بأنه هناك اعتراف واضح وصريح من قبل الروس أن هناك فصائل معتدلة ومعارضة أيضا لنظام الأسد نعم هناك فصائل معتدلة يعني لا أحد ينكر بأن الجيش السوري الحر لا يتميز بطبيعة دينية أو مذهبية هذا الأمر يعترف به الجميع وهذا ليس سرا ولكن من ناحية أخرى فأن روسيا التي تتمسك بالحل السياسي تفضل بأن لا يكون هذا الحل السياسي ينسحب على الأمور الدينية أو المذهبية لأن هكذا أمر يشتت الجهود وهو كان ولا يزال يعني يشكل لغما صالح للانفجار في أي وقت فيما لو ظلت هذه الطوائف والمذهب على خلاف وهذا الأمر يعني ينسحب على المملكة السعودية والجمهورية الإسلامية يعني لاحظ هذا التشتت لاحظ هذا التباعد بين هاتان الدولتان الجهرتان لأن كل دولة لديها مدرستها الدينية لديها توجهاتها فقوها اجتهاداتها الدينية المغايرة للأخرى هذا على المستوى الديني فكيف بك على المستوى السياسي والنفوذ في هذه المنطقة الذي ينعكس سلبا على أرض سوريا وعلى أرض العراق وعلى الأراضي ذات الملفات الساخنة في هذه المنطقة كل هذه الأمور هي واضحة للقاسي والداني أما بالنسبة للفصائل المعتدلة في الداخل السوري فأنا أعتقد بأن يعني هي أيضا مهددة من قبل حلفائها الدينيين من قال بأن الحل السياسي إذا انسحب على الفصائل المعتدلة من ضمن المعارضة السورية المعتدلة أو ما تصنفه روسيا كذلك سوف ترضى عنه بقية الفصائل المسلحة غير المعتدلة هذا الأمر يعني يطرح سؤالا كبيرا على مدى الفرقة إذا صح التعبير أو التخاصم بين تلك الفصائل التي لن تجت لها مكانا في أي حل سياسي طالما أنها تتمسك بالدين أو تتمسك بالمذهب أو تتمسك بما شكل من اجتهادات دينية وفقهية لكي تترجمها واقعا فعليا لشعب ليس يعني هو يتمسك بالاعتدال وليس بأي شيء آخر وبالتالي نحن فعلا أمام أمر معقد بالغ التعقيد يمكن للمعارضة السورية بأن تصدم به في المرحلة القادمة أنا أعتقد بأن أيضا هذه المعارضة المعتدلة هي أقرب للحل السياسي مع الدولة مع الحكومة منها إلى بقية الفصائل التي لا ترى سوى القتال الديني والمذهبي وبأن تواجه إيران الشيعية وأن تكون المصطلحات المذهبية هي سيدة الموقف لكي تظل هذه الأرض على نار مغلية هذا لن يفيد الحل السياسي بشيء ولا أحد ينكر بأن روسيا تتمسك بالاعتدال السياسي والديني في كل هذه المنطقة لكي تعود هذه المنطقة إلى حالة من الاستقرار وحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن تفيد منه في المرحلة القادمة في ظل كسر الأحدية الأمريكية التي سعت روسيا والصين مرارا وتقرارا إلى كسرها هذا الأمر يدخل مباشرة في صلب في مصلحة السوريين المعتدلين سواء في السياسة أو العسكر سواء مع النظام أو ضده نعم يا أخي العزيز نحن أمام تفتيت لهذه المنطقة على أسس إثنية تريدها إسرائيل إسرائيل تريد التفتيت الإثني لكي تبرر ليهودية الدولة في فلسطين لكي تبرر احتلالها لفلسطين لكي تقول بأن لكي تعود وتطبق على ما تبقى من فلسطين من خلال تهجير فلسطينية 48 تحت عنوان يهودية الدولة هذه اليهودية الدولة لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا كان إلى جانبها إثنيات مذهبية وطائفية لا تريدها سوريا ولا تريدها المعارضة المعتدلة ولا تريدها روسيا ولا يريدها أحد نحن أمام مشروعين متناقضين في الشكل والمضمون على المعارضة أن تحسم أمرها باتجاه الحل السياسي الذي يناسب بيئتها ويناسب الشعب العربي السوري الذي طالما عرفناه واختبرناه بأنه شعب مقدام شعب معتدل شعب مؤمن بإسلامه ومسيحيه وكل طوائفه الموجودة وأقول لك وأنا لبناني بأن نموذج التعايش الحقيقي في هذا الشرق هو في سوريا وليس في لبنان لأن في سوريا كل طوائف المشرق هي في سوريا وليست في لبنان جزء منها في لبنان ولكن البقية الكاملة هي في سوريا وبالتالي يعني على هذه المعارضة أن تحسم أمرها بهذا الاتجاه نعم شكرا لك المحللة السياسية اللبناني خالد الرواس كنت معنا وأنتقل إليك في أقل من أو في دقيقة سيد أيمن يعني الآن البعض يقول بأنه روسيا تريد الامساك بكل الأوراق ولا تريد كسب واحدة على حساب أي طرف من الأطراف يعني لا تريد أن تخرج الإيرانيين أيضا لا تريد أن تخرج أو تعادي الجيش السوري الحر أو فصال الثوار حاليا كيف تقرؤون ذلك؟ تفضل في دقيقتين تفضل نعم يعني هو أعطانا درس في الوطنية والتعايش كذا جيد السوريين يعرفون ذلك جيدا وأقحم قضية إسرائيل بالأمر إسرائيل عدوة للمنطقة لا ننكر ذلك لكن في أصناف للتفاهم مع حامل كلا الأمم المتحدة وكلا غيرها على الأقل من سن 73 لم تكن هناك حرب بين العرب وبين إسرائيل لكن من يحتل سوريا اليوم هو النظام أصلا النظام محتل يعني عندما روسيا وإيران احتل سوريا هي احتلت النظام معه وهو بدون إيرادة وهو بدون من يتكلم عن السيادة وكل يوم إسرائيل تخط سيادته وهو جاء بكل دول العالم يعني لا نريد يعني أن طبعا روسيا في سؤالك روسيا هي طالما الآن تسعى إلى الحل تعد سابقا لقهر ولكسر إرادات والآخر اليوم تسعى إلى الحل فعلا أنه فقه أن روسيا دولة محاضح ليست دولة دينية لو كانت دولة دينية لأخذت أيضا موكف من إيران ومن حزب الله ومن غيره كونها اليوم تسعى إلى الحل لتعزيز نفوذها في المنطقة ويعاد سيبتها في العالم فستكون تقريبا المرحلة القادمة على مسافة واحدة من جميع الأطراف إلا أنها قبل ذلك الحقيقة فرضت واقع المنتصر يعني اليوم الجيش الحر أو يمثلين الشعب السوري الحقيقة يفاوضون للأسف بوضعية ضعيفة لكن فيما بعض ستتبقى على مسافة من الجميع وخصوصا لا ننسى غياب الدور الأمريخي والذي لا يزال يبدو أنه سيغير طويلا حتى مع الإدارة الجديدة هذا هو الواقع لكن أستانا واضحة إذا كان الحديث أستانا ستخرج باستمرار الهدنة وستكون هناك فروقات ومن يرتكبها هو النظام والنزيشيات هذا واضح للجميع ويعني الحديث عن مرة إسرائيل ومرة اللحمة الوطنية ونحن نعرفها أكثر من غيرنا لا داعي لأحد أن يزاود علينا في هذه القضية نعم المعارض السوري أيمن الأسود كنت معنا شكرا جزيلا لك مستمعين هذه نهاية الحلقة من زاوية حرجة نلقاكم في وقت آخر بحلقة جديدة شكرا إلى اللقاء اشتركوا في القناة عاشت الثورة سوريا مع الثورة اشتركوا في القناة